في خبر جديد عن شرين عبدالوهاب وحسام حبيب والخبر كالعادة مش خبر فني لا فيه اغنية جديدة ولا فيه حفلة جديدة ولا اي مشروع فني جديد لكن الخبر ينفع بس في صفحة الحوادث حسام وشرين اتعرضوا لورطة امنية في لبنان بسبب فضل الشاكر المعلومات المتدولة في المواقع الصحفية اللبنانية بتقول انه اجهزة الامن اللبنانية حققت مع حسام وشرين بسبب زيارتهم لفضل الشاكر في مخيم عين الحلوة وفعلا فيه صور وفيه فيديو اتنشروا فيه رأس السنة لهذه الزيارة ظهرت فيها شرين وهي قاعدة بتغني اغنية كل عام وأنت حبيبي وديه الاغنية اللي غنتها مع فضل الشاكر من 19 سنة قبل ما يطلع في دماغه انه يعتزل الفن وينضم الجامعة متطرفة ويرجع تاني في كلامه سنة 2018 ما عرفش فضل الشاكر يعني مطرب جميل جدا ايه اللي حصل مش عارف حكايته بالزبط ايه اجهزة الامن اللبناني عندها محزيرة على زيارة فضل الشاكر لانها من ناحية القانونية زيارة لشخص مطلوب امنيا عشان كده حققت مع شرين وحسام ويعني هذه المعلومات عن المشكلة الامنية لحسام وشرين مصدرها الصحفية اللبنانية هانادي عيسى اللي كتب التفاصيل اللي حصل على صفحتها على الفيسبوك وقالت انه اجهزة الامن استفسارت من شرين وحسام عن سبب هذه الزيارة وان بعد التحقيق الامني اللبناني افرجوا عنهم ويمكن يكون سبب الافراج انه شرين وحسام دخلوا مخيم عين الحلوة اللي عايش فيه فضل الشاكر بتصريح امني رسمي طبعا وضع فضل الشاكر في لبنان غريب شوية لانه من حوالي سنة عمل ألبوم جديد لكن في نفس الوقت المفروض انه هو مطلوب للعدالة عليه احكام بالسجن بسبب علاقته بالمجموعة الارهابية اللي انضم ليها لفترة لكن دخول الحمام مش زي خروجه لانه في 2020 المحكمة العسكرية في لبنان حكمت على فضل الشاكر حكمين بالسجن مجموحهم 22 سنة مع الاشغال الشاقة الحكم الاولاني 15 سنة بتهمة التدخل في اعمال الارهاب على اساس انه كان بيدعم مجموعة متطرفة شاركة في معارك ضد الجيش اللبناني الحكم التاني 7 سنين بتهمة تمويل نفس الجماعة الارهابية وكان عنده قبل كده احكام تانية لنفس السبب دي ورطة فضل الشاكر اللي اتورط فيها واتورط فيها كمان شرين وحسام واتحق معاهم بسببها حسب المصادر اللبنانية وده برضو اول خبر عن شرين وحسام في السنة الجديدة والحقيقة دي بداية تستحق التأمل الحقيقة اشتركوا في القناة